اشتركوا في القناة التحالف يدمر منصة صواريخ في مديرة صفراء بصعدة والجيش يواصل تقدمه بمحور قانيا في البيضاء احباط محاولة تسلل الحوثية الى حيس وشهداء وجرحى بقصف حوثي على احياء سكنية في الحديدة حشود ثورية بساحة الحرية في جمعة 30 نوفمبر ويجددون دعوتهم للشرعية والتحالف بدعم الجيش الوطني والاستكمال تحرير المحافظة الى التفاصيل اهلا بكم اعلنت قيادة التحالف العربي تدمير منصة صواريخ اثناء محاولة ميليشي الحوثيين اطلق صاروخ بالسين تجاه السعودية وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن ترك المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف استهدفت منصة اطلاق صواريخ بالسية في محافظة الصعدة في مديرة صفراء حاولت من خلالها الميليشي الحوثية اطلاق صواريخ بالسية تجاه الاراضي السعودية واضاف المالكي انه تم اكتشاف منصة الاطلاق وتدميرها في وقت قياسي وانا في المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ادعاء الميليشيا الحوثية عبر وسائلها الإعلامية بسهداف مواقع عسكرية سعودية وقال إن الميليشيا تحاول الزج بمقاتلها ومناصرها إلى معركة خاسرة وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً حسب قوله معارك مستمرة في جبهة البيضاء حيث شن الجيش من مواقع شهيد الملهم شيخ القردعي عملية عسكرية في محور قانيا حررت 18 كم مربعاً وقتلت العديد من الخوثيين وما يزال الجيش يواصل طريقه نحو اليسبل من مواقع الجيش في مخابئ القردعي وعلى خطى الشيخ الشهيد القردعي انقضت قوات الجيش في محور قانيا بالبيضاء على مواقع الميليشيات الحوثية فجراً في عملية عسكرية جديدة حررت على إثرها الخدار السود والخرابة وتبت الشجرة والمنقاش الهجوم خلف 21 قتيلاً من الحوثيين ولم يعلن الجيش عن شهدائه في هذه العملية بينما تحتدم المواجهات في منطقة السيبل مصدر عسكري في الجيش قال إنما تم تحريره ضمن العمليات العسكرية الجارية يزيد عن 18 كم مربع ويكون الجيش بتحريرها قد اقترب إلى حد كبير من مفرق عفار الاستراتيجي الذي يقسم محافظة البيضاء إلى قسمين ميليشيات الحوثي المنهارة أقدمت على تفجير عبارات خلف نقطة السيبل في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدم الجيش بعد أن عجزت عناصرها الإرهابية عن الصمود في وجه الجيش مشاهد مصورة وزعها الجيش توثقوا اقتحام الوحدات العسكرية لمواقع الحوثيين رغم كثافة حق للألغام المموهة على شكل صخور تتناسب مع الطبيعة الصخرية للمنطقة طيران التحارف العربي شارك في العملية بغارات استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين قدمت من مفرق عفار وأسفرت الغارات عن تدمير طقمين على الأقل كان هذا في البيضاء أما في الحديدة فقد أحبطت ألوية العمالقة التابعة لقوات الجيش الوطني محاولة تسلل لمجامعة من مسلحي ميليشيا الحوثيين الإنقلابية إلى مديرة حيس في الريف الجنوبي للمحافظة وقال المركز الأعلامي لألوية العمالقة إن مواجهات عنفة اندلعت ضد الميليشيا عقب إفشال محاولتهم بالتسلل تكبى داخلالها المتمردون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأكد المركز أن ألوية العمالقة تعمل على تأمين المناطق التي تحاول الميليشيا التسلل منها إلى مديرة حيس وغيرها من المناطق المحررة وفي السياق سشد مدني وأصيب ستة آخرون في قصف لميليشيا الحوثيين على أحياء سكنية وسط مدينة الحديدة وتواصل ميليشيا الحوثية قصفها للأحياء السكنية في مدينة الحديدة في ظل هدنة إنسانية فرضتها عواصم غربية ولاقت رفضا شعبيا واسعا وسط مطالبة بالحسم العسكري كما سشد مدني وأصيب آخر بقصف ميليشيا الحوثيين أحياء سكنية في مديرة حيس وقالت مصادر محلية إن المواطن درهم محمد عبدالقادر مطري السشد وأصيب أربعة مواطنين آخرين من أبناء مديرة حيس بشضايا قذيفة هون أطلقتها الميليشيا الحوثية على أحياء المديرية وتعرضت مديرة التحيطة ليلة الماضية لضرب هسريا بالقذائف حيث تواصل الميليشيا استهداف المواطنين والمنازل في كل من مديرتي التحيطة وحيس ليليا على مدار الأشهر الماضية منذ دحرها اندلعت مواجهة المسلحة بين مسلحين قبليين وقوات نخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في مديرة مرخى شمال غرب شبوى وقال مصدر محلي إن الاشتباكات اندلعت عقب السحداث قوات النخبة الشبوانية نقطة عسكرية في منطقة السلف بمديرة مرخى دون تنسيق مع الأهلي وضف المصدر أن هناك اتفاقا مسبقا بعدم تقدم النخبة إلى مديرة مرخى إلى أن قوات النخبة سحدثت نقطة بصورة مفاجئة ما أدى لاشتباكات بين الجيش وبين مسلحين من قبائل النسيين أسفرت عن إصابة أحد أبناء المنطقة بإصابة خفيفة وما زال الوضع متواترا بين الجانبين ويطالب الأهلي من قبائل النسيين بتسليمهم مهمة الحماية كونهم أحق بها من غيرهم كما يرفضون أي تواجد في مناطقهم من غير أبنائهم احتشد المئات من أبناء تعز بساحة الحرية في جمعة أطلقوا عليها 30 نوفمبر استمرار حرية وأكد ثوار تعز في وقفة جماهيرية بعد صلاة الجمعة بأن نوفمبر تاريخ نضال وكفاح شعب وانتصار وطن وإنها ذكرى متجددة تلهمنا استمرار الحرية والسقلال الإرادة والقرار وقال ثوار تعز بأن الثورات اليمنية قامت ضد الإسعمار الأجنبي والإستبداد والفساد الطائفي والعائلي وأن المشروع الخوطية والإنقلابية يمثلها جميعا بالسبداده وفساده وطائفيته وارتهانه للمشروع الفارسي وجدد أبناء تعز دعوتهم للشرعية والتحالف بدعم الجيش الوطني والسكمال تحرير المحافظة كما عبروا عن مساندتهم وتقديرهم للجهود الأمنية والتي تعد إنجازات حقيقية في ظل التحديات الراهنة وظروف الحربي والحصر أن يصرفنا الله عن عدونا ولمزيد من التفاصيل انضموا معنا من هناك مراسلنا عبدالقوي العزاني عبدالقوي ما أبرز الرسائل التي أطلقها اليوم المصلون في ساحة الحرية بتعز عبدالقوي هل تفضل نعم نعم كان انقطع صوته الآن عادة من جديد تفضل نعم أبرز الرسالة أطلقها ثوار تعيز اليوم بأن الحرية والاستقلال والعيش بكرامة لا يأتي إلا بمعمدا بالدماء والتضحية والبطولات أكد ثوار تعيز ذلك من خلال احتفائهم بالذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والجلاء الوطني وأيضا أكد خطيب شاحة الحرية بأن استنهام ذلك التفاح الثوري والنظام الوطني لثوار 14 أكتوبر واستمرار ثورتهم حتى قلاء آخر جندي بريطاني وأنهم قاوموا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس لكن شمسها كما قال غاضت وأطمعها في الاستعمار عندما وقدت شعب حر ووقدت وأعلننا الحرار ثورتهم وكطاعهم المسلح حتى حملت أصاها ورحلت هذه هي الرسالة أبرز الرسائل التي اليوم أرسلت أبوار تعيز من خلال حسودية في ساحة الحرية طيب عبد القوي هل هناك ردود فعال مجتمعية من أبناء تعز إذا التطورات الخاصة بالوضع الأمني والنجاحات التي يحققها الأمن في تعز لا سيما في الأيام القليلة الأخيرة هل أيضا أعبروا عن موقفهم من هذه التطورات الأخيرة في المدينة نعم طوار تعز من خلال هتفاتهم ومن خلال قطبة ساحة الحرية أشهدوا بالجهود التي تبدلها لا جزاء الأمنية بمحافظة تعز ورغم المحاولات حداث اختلالات هنا أو اختراقات هنا لكن ما أنجزته الحملة الأمنية والجزاء الأمنية المتعددة من خلال ضبط هؤلاء الخارجين عن قانون الذين قاموا بارتفاد بعض الجرائم من خلال ضبط هذه العناصر ومن خلال مداهمات أوقار صعبات خارج النظام القانون كان آخرها في الأمن مداهمة معمل لتصنيع المتفجرات وإيضا مقبع العدد من العناصر المتهمة بارتيالات في سطل الجيش الوطني هذه النجاحات والإنجازات للجهود الأمنية كانت محل مشاهدة وتقدير رغم ظروف الحرب والحصار ورغم إيقاع إيقاف ميزانية الحملة الأمنية من قبل محافظ تعيش في هذا الضرط الصعب لكن الجزاء الأمنية استطعت أن تواجه كل هذه الاختلالات وأن تقوم به وأن تبدل جهود في محل تقدير أبنى تعيش الزميل عبدالقوي العزاني مراسلنا من تعز شكرا جسين لك إذن وبالتزامن مع عيد الجلال 30 من نوفمبر قال الرئيس عبدالربو منصور هادي إن التراجع عن المرجعيات الثلاث لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأساوية وسيؤسس لدورات من العنف والحرب التي لا تنتهي وسيكتوي بنالها كافة الشعب اليمني ولن يكون الإقليم والعالم بمنأة عن تدعيتها وأشار هادي في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لعيد الاستقلال من الإسعمار البريطاني في 30 من نوفمبر 1967 إلى أن شرعية ستتعامل بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام المستدام والشامل والعادل القائم على سعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإزالة كل الأسباب التي خلفت هذا الوضع وتضمن خطاب هادي ثلاث رسائل إحداها للمجتمع الدولي أكد فيها رغبة الحكومة الشرعية الصادقة للسلام المسند إلى المرجعيات الثلاث وقال إن شرعية لن تقبل بتلغيم المستقبل وتأسيس حروب لا نهاية لها ولن تقبل أيضا أن تكون اليمن مصدر تهديد للإقليم والعالم من قبل إيران وأدواتها كما قال الرئيس هادي أيضا إن اليمن لن تخضع لأي متسلط أو متكبر أو مخادع ولن تكون أرضا خصبة لملال طهران وأدواتهم كما لم تكن قبلهم للمستعمل البريطاني مضاففا أن الشعب الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها وهزم جحافل الإسعمار وهو في كامل عزها وهي في كامل عزها سيكسر الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد سياسيا قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن التخلي عن الحرب ضد الإنقلابيين الحوثيين يعرض المصالح الأمريكية للمخاطر مضيفا أن الولايات المتحدة تنفذ في الوقت الراهن ثلاثة مهام أساسية في اليمن وأولها مساعدة السعوديين والإماراتيين في هذه الحرب وأكد بومبيو في كلمة له أمام الكونغرس الأمريكي إن إيران تود إنشاء نسخة من حزب الله اللبناني في شبه الجزيرة العربية من أجل أن يتمكن ملال طهران من السيطرة على تجارة البحرية من خلال الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج جعدا محذرا من آثار سيئة على أمريكا والعالم لأي نجاحات إيرانية في هذا الجانب وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أن المهمة الثانية في العمل الأمريكي المباشر هي القضاء على القاعدة في جبل جزيرة العربية مبينا أن أمريكا حققت بعض النجاحات الكبيرة في محاربة الإرهاب في اليمن وما زالت الهجمات مستمرة ولا يمكن أن تتهي القاعدة بالهجمات الجوية فحسب حد قوله وذكر بومبيو أن المهمة الثالثة تتمثل في حماية الأمريكيين العاملين في المنطقة إضافة إلى حماية العبور في الممرات المائية المحيطة باليمن وقال نحن نقوم بمساعدة السعوديين والإماراتيين لمواجهة تلك التهديدات مضيفا بأن الحوثيين الزعموا الأسبوع الماضي أنهم سيقفون تلك الهجمات وآملوا أن يلتزموا بما يقولون أفشان أيضا قال الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران بريان هوك إن إيران تمد الحوثيين بأسلحة تمكنهم من استهداف طائرات التحالف العربي وأضف هوك خلال عرض قدمه في قاعدة أنكوسيا بولينغ المشتركة في عالم شارف العزمة واشنطن أن التحالف قدمت دعم لليمن بينما تسمر إيران في تسليح الحوثيين وأكد المسؤول الأمريكي أن إيران كثفت وعمقت الأزمة الإنسانية في اليمن وأن دعم طهران للحوثيين انتهاك صارخ للأمن في المنطقة وقال هوك إن أسلحة إيران المنتشرة في الشرق الأوسط تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وأن النظام الإيراني يستخدم الأسلحة لتصدير الثورة كما يعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وذكر الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران بريان هوك أن إيران تمد الحوثيين بصواريخ لسهداف السعودية ودعمت حزب الله بآلاف الصواريخ والأسلحة مضيفا أن طهران تسعى لخلق لبنان جديد في اليمن وشدد بريان هوك على أن العقوبات ستستمر ضد إيران حتى تغير سلوكها ونوحان الوقت لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني ألقت قوات النخبة الحضرمية القبضة على تسعة إرهابيين بمديرية يبعث غرب مدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت أثناء محاولتهم الفرار من الموقع المحاصر جاهد خلال عملية لقوات النخبة ضمن مهمة القبضة الحديدية التي أطلقتها الأربعاء الماضي تزامنا مع وصول السفيرين السعودي والأمريكي لمدينة المكلة عاصمة المحافظة وأعلن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري أن قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة سطعت تحديد مواقع المجموعة ومحاصرتها والاشتباك معها حتى تسليم العناصر أنفسهم وعثرت قوات النخبة أيضاً على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية وفي السياق أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركم فرش سالمين البحسني أن حضرموت أصبحت رقماً صعباً في مكافحة الإرهاب ونموذجاً يحتذى به في محاربته جاهد خلال لقاء السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر في مدينة المكلة خلال زيارته للمدينة أمسن الخميس وقال السفير الأمريكي من جهته أن المنطقة العسكرية الثانية أثبتت مقدرتها في القضاء على الإرهاب وسبسالها في محاربتها وأن النجاحات التي حققتها محل إشادة لدى الإدارة الأمريكية ودع السفير تولر إلى الحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي تحققت لحضرموت أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عن دعمها لدعوة واشنطن إلى وقف القتال في اليمن الذي فرضته ميليشي الحوتين الإنقلابية وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وقالت تريزا ماي لأعضاء برلمان بلادها بالتأكيد ندعم الدعوة الأمريكية لوقف التصعيد في اليمن ولن يكون لوقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تأثير على الأرض إن لم يرتكز على اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية مساندتها لدعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لوقف إطلاق النار في اليمن لكنها قالت إن الأمر يتطلب توصل إلى اتفاق سياسي وفي حديث لها مع الصحفيين قالت ماي إنها تنوي التحدث مع ولي عهد السعودي خلال قمة العشرين في الأرجنتين وستقدم رسالة شديدة الوضوح بشأن قضية اليمن وأعربت ماي عن قلقها البالغ بشأن الوضع الإنساني في اليمن مضيفة أن الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرش سالمين البحسني إن حضرموت ستشهد مزيدا من الاهتمام بكافة الملفات الخدمية والأمنية وتحسين مستوى المعيشة وتخفيض أسعار الوقود والاهتمام بقطاعات الشباب والمرأة وسعرض المحافظ البحسني في كلمة الله خلال حفل فني وخطابي بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين لعيد الاستقلال الموافق للثلاثين من نوفمبر سعرض الإنجازات التي تم تحقيقها في الملف الأمني والخدمي وأبرزها توسيع رقعة الانتجار الأمني وتأهيل قوات الأمن والشرطة ونجاح مبادرة السلطة المحلية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية إلى جانب حصول حضرموت على منحة وقود من السعودية لدعم محطات توليد الطاقة وكان محافظ حضرموت قد أكد خلال لقاه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن عملية القبضة الحديدية التي أطلقتها قوات نخبة الحضرمية حققت أهدافها كاملة وتم خلال الحفل الذي عرض أو الذي عرض لوحة بانورامية فنية بعنوان وطن البحار دعا رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد إلى الالتزام بقرارات البنك المركزي وتجنب الإنجرار وراء الشائعات والمضاربات بالعملة وهي دعوة التي جاءت عقب تحديد البنك المركزي سعر الصرف للعملات الأجنبية وقال معياد أن البنك المركزي هو المسؤول الأول والأخير عن تحديد سعر العملة وهناك قرارات واضحة بذلك حيث حددت سعر صرف الدولار بأربعمائة وخمسين ريالا ومائة وعشرين للريال السعودي ويأتي أعلان محافظ البنك المركزي محمد زمام لسعر الجديد للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية للمرة الرابعة خلال شهر نوفمبر الحالي وشهد سوق الصرفة خلال اليومين الماضيين تضاربا حدا أدى إلى انخفاض قياسي لأسعار العملات الأجنبية متجاوزا السعر الرسمية للبنك المركزي حيث وصل سعر الدولار إلى أقل من ثلاثمائة وخمسين ريالا والسعودي إلى أقل من مائة ريال في انخفاض غير مسبوق منذ أشهر هذا وأكد اقتصاديون ضرورة اتباع الحكومة لخطوات تعزز تعافي العملة المحلية أمام قيمة العملات الأجنبية وتعمل على تثبيت وسقرار العملة في مرحلة التعافي بعيدا عن التذبدب والتقلبات اليومية صعودا وانخفاضا وقال الخبير الاقتصادي محمد الجماعي إن على الحكومة القيام بخطوات لضمان بقاء سعر ريال في ثبات مستمر وعند مستوى من التعافي أضاف لا بد أن تسير الحكومة في خطين متوازيين أولهما في الجانب الاقتصادي والثاني في الجانب الأمني لضمان هذا الاسقرار وأكد الجماعي أن على الحكومة توجه المباشرة لإعادة تصدير النفط والغاز بما يضمن مورد دخل من العملة الصعبة التي يمكن أن يغطي جزء منها من والدات البلاد من المواد الغذائية والإسهلاكية إضافة إلى التوجه لفتح فروعا للبنوك خصوصا في المحافظات المحررة وتابع بالقول على الحكومة الاهتمام بتوفير مناخ آمن يعمل على جذب الاستثمارات في ظل بيئة آمنة لأصحاب رؤوس الأموال الذين لن يضخوا أموالهم واستثماراتهم إلا في ظل مناخ آمن يضمن الحفاظ على أموالهم وتحريكها في السوق المحلية دون مخاطر استجابة سريعة من السلطات المحلية بحضر موت لتحسن سعر الريال دفعا بشركة النفط في ساحل حضر موت إلى تخفيض أسعار الوقود من ديزل إلى خمسة آلاف ومائتي ريال فيما لازالت شبوى المجاورة الغنية بالنفط تشهد أسعار مرتفعة وسط سخطط شحبي تحصن ثابت لريال اليمني أمام العمولات الأجنبية ابتدأ مطلع نوفمبرو في نهايته شهد أعلى تحصن حتى الآن ولكن لم يترافق معها تراجع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية عضر موت كانت الاستثناء من المحافظات التي تعتمد في وقودها على الاستيراد من الخارج حيث أعلنت شركة نفط الساحل هناك خفض أسعار الديزل إلى خمسة آلاف ومائتي ريال للمستهلك بعد أن ضمنت أرباحا مقبولة لتجار المحطات وتكفلت بأجور النقل كما تشير إليها وثيقة صادرة عن الشركة تدولها ناشطون نجاح حضر موت في خفض الأسعار لا يقتصر على أسعار الوقود فقط بل امتدى ليشمل عبر البطاقة التموينية مجموعة أساسية من السلع والأغذية شبو المجاورة التي تنتج 17 ألف برميل نفط يوميا منذ أشهر ولديها حصة 20% منها لا تزال أسعارها مرتفعة والله بصراحة بعض التجار تزبوا نوعا ما في التخفيض لكن مش بذاك الحد صراحة الناس تعاني من الأسعار تعاني من شدة الأسعار الراتب لا يجيب له شيء ولا يجيب حتى يغطي أبسط الحاجات في البيت تجار المواد الغذائية يقولون إن الأسعار ستشهد تحصنا تدريجيا في أسعارها خاصة على مستوى البضائع المرتبطة بالعملة الأجنبية مؤشرين إلى أن كبار الشركات هي المتحكم الرئيسي في الأسعار ثانيا الأسعار على العملة أول ما نقصت الصرف لعملة نقصت كامل يعني بشكل كبير وفيه تدريجي وفيه بسرعة نزل على طول وتزداد المطالب الشعبية للحكومة بتفعيل أجهزتها لسيطرة على السوق وتفعيل الأدوات القانونية للمخالفين في أسعار العمولات أو أسعار المواد التجارية في نهاية نشرة لكم تذكر بأبرز ما جاء فيها التحالف يدمر منصة صواريخ في مديرة الصفراء بصعدة والجيش يواصل تقدمه بمحور قانية في البيضاء إحباط محاولة تسلل حوثية إلى حيس وشهداء وجرحى بقصف الحوثي على أحيان سكنية في الحديدة حشود طولية بساحة الحرية في جمعة 30 نوفمبر مجددين دعوتهم لشرائية والتحالف بدعم الجيش الوطني وسكمال تحرير المحافظة مشاهدين كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة نشكركم على أعطيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر